ما زال العدد المئوي الكبير يضرب بقوة في ليبيا بما يخص الحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس تسجيل 886 إصابة بالفيروس أكثر من 600 منها جديدة والباقية مخالطة من أصل 3971 عين تم فحصها في المختبرات المرجعية المختلفة إلى ذلك أوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حصة ترابلس من الإصابات كانت 482 إصابة أغلبها جديدة بينما سجلت جنزور 60 حالة موجبة ثم غريان بتسع وخمسين وتوزعت باق الإصابات على 35 مدينة ومنطقة أما مع اعتماد بروتوكول الشفاء الجديد فقد ارتفع عدد المتعافين أمس إلى 410 حالات جاءت أيضا ترابلس أولا بمائتين وتسعين متعافن ثم بني وليد والواحات بست وعشرين حالة شفاء لكل منهما وسجلت الحالات المتبقية في 13 مدينة فيما زاد إجمالي الإصابات في البلاد بشكل ملحوظ جدا بوصوله إلى خمس وعشرين ألفا وثمانمائة واثنتين وعشرين إصابة ليزيد معه مستوى المطالبة بالوعي والمسؤولية في ظل وباء لا يعرف صغيرا ولا كبيرا فبدى يتغير ويظهر طفرات جديدة